زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على رأس وفد وزري كبير حقق الكثير من الإيجابيات من خلال المؤشرات التي برزت من المواقف الرسمية للبلدين والتي توجت بتوقيع ثلاثة عشرة اتفاقية تظهر مدى تقارب الحصل بين البلدين تحولات في العلاقة بين بغداد والرياض دشن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عهدا جديدا في العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض التي شهدت تحولات من المد والجزر على مدى تأريخها وعاشت سباة لفترات طويلة وحاولت حكومات ما بعد التغيير في العراق استعادة الدفء إلى هذه العلاقة لكنها لم تنجح وبقيت حالة الجمود طابعا مميزا لها إذ كانت الريبة هي المسيطر على دبلوماسية الطرفين ولم تنجح زيارة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي ومات لها من محاولات لكسر الحواجز وترطيب العلاقات برغم حاجة العراق للدور السعودي في تطبيع الأوضاع وكسب مودة دول الخليج وأثمرت الزيارة التي قادها عبد المهدي برفقة نحو مئة شخصية بين وزير ورجل أعمال عن التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات وقد ظهرت بوادر نجاح الزيارة من الاستقبال الرسمي من البلد المضيف وعلى رأسه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وحصل أول تغيير إيجابي في مسار العلاقات بين السعودية والعراق في عام 2015 عندما أعيد افتتاح سفارة الرياض ببغداد وتقارب وجهات النظر والاتفاق على محاربة الإرهاب ثم انتكست هذه العلاقات بسبب تصريحات دبلوماسي سعودي مما يؤكد هشاشة البنية التحتية لهذه العلاقة غير أن المراقبين بعد انتخابات عام 2018 لاحظوا تطورا في العلاقات السعودية العراقية ووجود انعطافة مهمة في توجه العراق نحو الحاضنة العربية كتغيير في معادلة سياسة بغداد الإقليمية وانطلقت ملامح التطور الإيجابي عندما وقعت السعودية والعراق العام الماضي اتفاقية تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي برعاية خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء السابق واتفاقهما على فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية ومراجعة اتفاقية التعاون القمرقي بين البلدين ودراسة منطقة للتبادل التجاري ويمكن القول ان هذا التطور الإيجابي هو رسالة واضحة عن الاستقرار الامني والتخطيط الاستراتيجي والنية لبناء دولة المؤسسات ونجاحا لسياسة العراق الخارجية وعودة له الى محيطه العربي